اطلعت اللجنة المشكلة من قبل وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر ليرياني لدراسة متطلبات واحتياجات عادة التأهيل مبنى التلفزيون وإذاعة عدن بالعاصمة المؤقتة عدن وبتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي والقاضية بتفعيل مؤسسات الدولة من العاصمة عدن على أن ترفع اللجان تقاريرها خلال أسبوعين من تاريخه وكانت اللجنة نفذت نزولا ميدانيا إلى مبنى الإذاعة والتلفزيون لتقييم الوضع تمهيدا لعادة تشغيلها من الداخل